اشتركوا في القناة الروسية موسكو لحضور هذا المنتدى الثاني تحت أنوان تطوير النظام البرلماني وطبعا هذا المؤتمر شارك في مجلس نواضي رأسة معالي الرئيس عودي زينل ونحن ثلاث أعضاء من المجلس مشاركين معها وكانت هناك محاور عديدة حقيقة ركزنا على جلسات العامة والجلسات المتخصصة ووزعنا الجور كل واحد خذنا محور من المحاور الرئيسية وقدمنا العديد من المداخلات والحمد لله يعني مداخلات طيبة وطبعا نحن المؤتمر هذا مؤتمر دولي تقريبا 130 دولة بالإضافة للمنظمات الدولية وهي فرصة أيضا لإبراز الدور والوجه الحضاري لمملكتنا في حبيب البحرين نعم وكانت فرصة طيبة للقاء العديد من الوفود بالإضافة مثل ما قلنا للمشاركة المشاركة في الجلسات طبعا كان عندنا اليوم لقاء مع الوفد المصري ولقاء مع الوفد المغربي ويوم أمس كانت دي لقاءات أيضا مع مجلس التعاون تحديدا المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة وهذه طبعا دورنا هنا لا يجب أن نشارك في أوراق عمل ومداخلات أيضا يعني نقوي صلاتنا ونعزز صلات بالإضافة لقاءنا مع مجلس الاتحاد الغرفة العليا في روسيا الاتحادية وكانت فرصة أيضا لأن رئيستهم أيضا امرأة في المجموعة ثلاثة الأفواد الأمزجة من رئيستنا ورئيسة المجلس الاتحاد فبالتالي الحمد لله يعني توفقنا وبكرا إن شاء الله أني نلقا أيضا أنا أيضا أضوطي مجلس الأعمال المشترك البحرين الروسي وأضوطي لجنة الصداقة البحرينية الروسية باشر إن شاء الله بمكمل مشاركاتنا ولقاءاتنا وأيضا كي هناك مجموعة من التوصيات بتصدر غدا إن شاء الله من قبل المنتدى نعم سعدتنا أبي يوسف زينة العضو مجلس نواب شكرا جزيلا لك شكرا جزيلا لك